الحمد لله الذي يسر لنا صبرا لقائي في درسي إن شاء الله في مكابلة دروس الوحدة السابعة ونبدأها بدرس في التراكيب اللوه هو درسه المستثنى بإلا المستثنى بإلا أحبائي درس سموه في السنة الماضية سأقوم الآن بتذكير ماذا نعني بالمستثنى إذن المستثنى لغة هو إخراج اسم من حكم سبق مثلا حضر التلاميذ إلا واحدا إذن حضر التلاميذ إلا واحدا لاحظوا معي كتذكير أن أسلوب الاستثنى لابد من توفر ثلاث عناصر أساسية هو أولا المستثنى منه إذا نردد معي أين هو المستثنى منه المستثنى منه هو التلاميذ التلاميذ هو المستثنى منه ثم آدات الاستثنى ضروري من آدات الاستثنى وهي وهي إلا والذي نبحث عنه وهو المستثنى نارو واحدا المستثنى نارو واحدا هذا فقط تذكير ما درستمه في السنة الخامسة إذن حتى نتحدث عن أسلوب الاستثنى ضروري من توفر هذه العناصر المستثنى منه وأدات الاستثنى والمستثنى طيب أظن أنكم وضعتم أيديكم على المغزى من هذا الدرس إذن نتحدث الآن عن أحكام هذا المستثنى عن أنواعه سنتحدث عن ثلاث أنواع ثلاث أنواع رئيسية تحكم المستثنى بإله تحكم هذا الضرس إذن أحبائي تعرفتم على أن الكلام إما أن يكون متبتا أو يكون منفي إذن سنتحدث الآن بعد التذكير نتحدث عن أنواعه إذن حضر التلاميذ إلا واحدا أجيبوني من فضلكم حضر التلاميذ إلا واحدا هذا الكلام هل هو مثبت أم منفي حسن جدا إذن فهو كلام المتبت كيف؟ لأن الكلام منفي لابد أن تصبق هو أدات نفي ونعلم أن أهم أدوات للنفي هناك لا ولم وما ولن إذن هناك الكلام متبت حضر التلاميذ إلا واحدا ووجدنا وجود المستثنى منه وأدات الاستثنى والمستثنى إذن هناك النوع الأول هو أن يكون الكلام مثبتا أن يكون الكلام مثبتا هنا ما هو حكم المستثنى إذن حكمه النصب حكمه النصب وجوبا يعني لا يمكن هنا أن نجد صياغة غير صياغة النصب بتات إذن أن يكون الكلام متبتا إذن إذا كان الكلام متبت فنقول أن المستثنى يلزمه النصب وجوبا إذن كانوا معي إذن عندنا هنا حضر التلاميذ إلا واحدا إذن نعرب هذه الكلمة مستثنى مستثنى بإلا منصوب وجوبا وعلامة نصبية الفتحة الضراء آخرية إذن في هذه الحالة الثانية أن يكون الكلام منصبية منصبية مستثنى ووجود المستثنى منصبية مستثنى منصبية لحسن لحسن منصبية التلاميذ إلا واحدا إذن في هذه الحالة عندي عندي حلين عندي إمكانيتين إما أن أقول إلا واحدا وعندي ما حطر تلاميذ إلا واحد وسأفسر لكم إذن هنا الجواز من حقك أيها تلميذ إذا وجدت الكلام منفيا ووجود مستثنى منه عندك عندك حق نصبه أو أو رفعه بمعنى هنا سنعرفه يعرابا عاديا أنه مستثنى منصوب وهنا سنقول أنه بدل مرفوع لماذا؟ لأن الكلام منفي الكلام عندما ينفى لدي حق إما أنصبه أو رفعه وعندنا إذن قلنا النوع الأول النوع الثاني النوع الأخير وهو الكلام أن يكون الكلام منفيا وعدم وجود المستثنى وعدم وجود المستثنى من إذن في هذه الحالة نعطيه مثال يلا يوالرائعون إذن عندما يغيب المستثنى منه إذن ما حضر إلا يلا أعطوني الجواب إذن هنا إلا واحد هنا ألغي دور بتاتا دور استثنى لماذا؟ لأن المستثنى منه غير موجود ما حضر إلا واحد ويعرب حسب موقف الجملة هنا يعرب حسب موقف الجملة إذن هنا سيعرب فاعل مرفوع مفهوم إذن نعيد أنواعه أن يكون الكلام متبتا فالمستثنى يلزم النصب وجوبا حضر التلاميذ إلا واحدا أن يكون الكلام من في وجود مستثنى منه ما حضر التلاميذ إلا واحد إذن هنا يجوز النصب ما حضر التلاميذ إلا واحد يجوز أن يجوز 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 أن يكون الكلام من فيا وعدم وجود المستثنى منك ما حضر إلا واحد أتمنى أن يكون الدرس قد لقي استحسن من لدنكم ما لديه سؤال فللتحق بي عبر بوابة الواتساب حتى نناقش أكثر وحتى أجيب عن جميع تساؤلاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة